التخلف الاقتصادي البنيوي إذا كان البلد المتخلف هو الذي يتصف ببنية جامدة ساكنة من وجهة نظر تقنية صناعية فإنه من وجهة النظر الاقتصادي البنيوي أبعد ما يكون عن السكون إنه دينامي ولكن هذه الدينامية تتصف بخصائص مميزة في مختلف نقاطها على النقيد من دينامية البلدان المتقدمة مما يحد من إمكانيات التطوير في الحالة الأولى بينما يساعد عليه في الحالة الثانية تتصف بنية الاقتصاد المتخلف في رأي دائرة المعارف العالمية بمحكات ثلاثة التفاوت الهائل في التوزيع القطاعي للإنتاج تفكك النظام الاقتصادي والتباعي للخارج ويضيف إليها لكوست محكات أخرى أهمها تضخم قطاع الخدمات على حساب قطاع الإنتاج وما يتضمنه ذلك من بروز واضح للنشاطات الطفيلية والاستغلال التجاري الفادح على مستوى الإنتاج والاستهلاك معا ونستطيع أن ننصق هذه المحكات المختلفة في صورة متماسكة تشكل بنية الاقتصاد المتخلف تفاوت التوزيع القطاعي للإنتاج يلاحظ في البلاد النامية وجود قطاعات إنتاجية متقدمة جدا في الزراعة والصناعة على حد سوا ولكنها محدودة لا تتجاوز كونها جزر تطور في محيط من التأخر يسيطر عليها ويحظى بثرواتها قلة ضئيلة من الوجهاء المحليين المتحالفين مع الرأس مالية الخارجية أو مع المستعمر إلى جانب هذه القطاعات هناك غالبية السكان التي لا تحظى إلا بنسبة ضئيلة من الدخل تمارس أعمال حرفية بداية وأساليب زراعية مختلفة ذات مردود ضئيل مما يفرض عليها البؤس المادي والحياتي ينشأ عن ذلك تفاوت هائل في مستوى معيشة السكان قد يصل واحدا إلى عشر أو أكثر بينما نجده لا يتجاوز واحدا إلى ثلاثة في البلدان النامية هذا التفاوت الهائل يؤدي إلى تبخيس تدريجي للعمل في الريف وفي الحرف وإلى الهجرة إلى المدينة للتكدس حولها في أحياء الصفيح التي تشكل أحزمة بؤس حول عواصم البلدان النامية وبمقدار بوار الأرض وتدهور الحرف التقليدية تزداد نسبة النشاطات الطفيلية التي يمارسها سكان أحياء البؤس نشاطات تهدف إلى الارتزاق تبعا للظروف وكيفما تيسر بشكل تختلط فيه الأعمال المشروعة بالنشاطات المخالفة للقانون والنشاط في الحالتين ضرفي عابر تتخلله فترات من البطالة الظاهرة أو المقنعة وهكذا يتعرض مفهوم العمل في البلاد النامية لنوع من التشويه والتبخيس فوجاهة النقود المكتسبة بدون عمل عظيم جدا والمهن التي تسمح بالكسب السريع تتمتع بجاذبية كبيرة ويؤدي هذا الأمر إلى بروز ظاهرة الزلفة وتفشي الهامشية المهنية مما يفتح السبيل أمام ازدهار مختلف أشكال السلوك الجانح عند الكبار والأحداث على حد سواء تفكك الصلاة في النظام الاقتصادي تتكامل قطاعات النشاط الاقتصادي الثلاثة في البلدان النامية قطاع الانتاج الأولي أي معاد مواد أولية مرتبط بشكل وثيق ومتناصق مع القطاع الثاني أي صناعة الآلات والمواد الاستهلاكية وكلهما متوازن ومتكامل مع القطاع الثالث أي تجارة وخدمات وهكذا فكل نمو في أحد القطاعات ينعكس على بقية القطاعات دافعا إياها إلى النمو بدورها نظرا لتكامل دورة الانتاج والتوزيع داخليا أما في المجتمعات المتخلفة فنجد تفككا في الدورة الانتاجية والاستهلاكية مما يجعل الاقتصاد برمته أسير الاقتصاد الخارجي وهكذا يزدهر انتاج المواد الأولية للتصدير كما تزدهر تجارة الاستراد خصوصا استراد المواد الاستهلاكية ويرتبط قطاع الخدمات أي المصارف أساسا بحركة التصدير والاستراد هذه دون توظيف كاف لرؤوس الأموال في مشاريع إنتاجية أو في تصنيع أساسي وينحصر قطاع الصناعة كي يقتصر على صناعة المواد الاستهلاكية التي لا تزيد الضروة القومية خصوصا وأنه يعتمد على آلات مستوردة ومواد نصف مصنعة في الكثير من الأحيان هذا التفكك يؤدي إلى طغيان القطاع التجاري على قطاع الإنتاج الصناعي ففي البلاد النامية يمتص التجار النسبة الكبرى من فائد رأس المال من أثمان المواد الأولية المصدرة في استراد سلع استهلاكية تطغى عليها الكماليات وذلك ما يسمح للتاجر بتحقيق ربح كبير كما أن التجار يبتاعون المحاصيل الزراعية بأرخص الأسعار ويسوقونها بأسعار عالية كي يبيع للمزارعين المواد المستوردة من آلات ومواد زراعية ومواد استهلاكية بأغلى الأسعار وهكذا تتجمع الضروة تدريجيا في أيدي هذه الفئة بدل أن تنعكس رخاء عاما على جميع فئات السكان في المجتمع ويميل التجار وأصحاب الثروة في البلاد النامية حين يفكرون بتوظيف أموالهم محليا إلى قطاع البناء هذا التوظيف الكبير في قطاع البناء على حساب التصنيع يعطي انطباعا بتقدم زائف حين تنشأ أحياء سكنية فخمة ملفتة للنظر لتناقضها مع البؤس وسوء التجهيزات السكنية أي المساكن الشعبية المحيطة بها نشأة المدن الكبرى الجديدة في العالم الثالث مع ما يستبعها من حركة نزوح كبيرة من الريف وتفريغ سكاني له هي في رأي لاكوست من مظاهر الخلل في البنية الاجتماعية الاقتصادية للبلدان النامية ويسبب هذا الأمر مشكلات مأساوية لتلك البلدان غير المؤهلة لتأمين الخدمات الكافية لهذا التكدس السكاني الكبير في المدن الجديدة من الأمثلة الصارخة على ذلك القاهرة وبيروت هذا الأمر يشجع نشأة الأعمال الطفيلية التي أشرنا إليها في النقطة السابقة التبعية للخارج يؤدي طغيان إنتاج المواد الأولية للتصدير واستراد المواد للسهلاكية وما يجرانه من تضخم لقطاع الخدمات والتجارة إلى نشوء تبعية للاقتصاد الخارجي ينتج عن هذه التبعية إفقار تدريجي للبلد من خلال استنزاف المواد الأولية ومن خلال رخص أسعارها من ناحية والاحتفاظ بأتمانها كتوظيفات مالية في البلد الخارجي أو من خلال استرداد هذه الأموال كثمن للمواد المصنعة للسهلاكية التي يصدرها البلد المتقدم بأسعار عالية ثم هناك ظاهرة استنزاف رؤوس أموال البلدان النامية من خلال بيع الأسلحة لها والتي أصبحت أكبر سوق لنهب طروات العالم الثالث بعد أن تفجرت فيه الصراعات الداخلية أو الصراعات بين أقطاره وهكذا نجد أن العلاقات الاقتصادية الأساسية للبلدان النامية هي مع البلدان الصناعية الرأسمالية بينما النسبة الكبرى لتجارة هذه الأخيرة هي فيما بينها أو داخلية تستنتج دائرة المعارف العالمية من هذا الأمر خلاصة صريحة حول التخلف الاقتصادي إن التخلف من الناحية الاقتصادية هو جزء من آلة النظام الرأسمالي العالمي إنه يلعب دورا محددا ووظيفة معينة في هذا النظام وكأن هناك توزيعا دوليا للعمل لمصلحة الرأسمالية العالمية هذه المصلحة هي التي سببت بروز البلدان النامية وحافظت عليها لتخطب أغراض التراكم الرأسمالي نظرية التخلف والتنمية لا يمكن إلا أن تكون نظرية تراكم رأسمال على مقياس عالمي التخلف هو إذن تمرة الاستغلال والاستعباد ولا بد للتنمية أن تتموضع في منظور تحرر اقتصادي وطني مرة أخرى تقودنا أبحاث التخلف في منظور البنيوية الاقتصادية إلى القضية الاجتماعية السياسية إلى قضية العلاقة الاستغلالية داخل المجتمع المتخلف والعلاقة الاستغلالية بين هذا المجتمع والمجتمعات الرأسمالية المتقدمة اشتركوا في القناة